اهلا بكم مشاهدين في برنامج هاشتاغ التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع فرع الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة وفقا للقوانين وفي حدود النظام العام والآداب والتعليم إلزامي مجاني في المراحل الأولى وفقا للقانون وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلية هذا بعض ما جاء في دستور دولة الكويت وما كتبه المشرع الكويتي فيما يخص التعليم والتربية لما لهما من أثر عظيم على رقي المجتمع ونهضته هاشتاغنا الليلة بعنوان التعليم العام وأرحب بضيفي الكريمين النائب الدكتور عضو اللجنة التعليمية البرلمانية النائب الدكتور خليل عبدالله أبل وأيضا دكتور خليل أبل أنت مهتم في أشياء التعليمية نعم أول شيء شكرا لك على هذه الاستضافة وتحياتي لك سيد أحمد الشكر لك على تلبية الدعوة دكتور خليل وكذلك الوكيل المساعد البحوث التربوية والمناهج الدكتور سعود إهلال الحربي أهلا بك معنا دكتور سعود أهلا وسهلا وأنا أيضا ساعدين في هذا اللقاء إن شاء الله أن نكون مثير نقاط إلى أهمية كبرى كل ما يتعلق بشأن التعليم إن شاء الله إن شاء الله وأنا أشكر لكم تلبيتكم لهذه الدعوة سنبدأ الحوار ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير الافتتاحي مشاهدين الكرام نشاهد هذا التقرير الافتتاحي ولا نعوده شاهدنا هذا التقرير الافتتاحي لحلقة الليلة وهاشتاغنا بعنوان التعليم العام واجدد الترحيب بضيفي الكريمين والبداية مع الدكتور خليل أبل المهتم بالشأن التعليمي وعضو اللجنة التعليمية دكتور خليل بداية نود أن نسمع رأيك بشكل عام بمستوى التعليم في الكويت سواء من معلمين مناهج مخرجات اختبارات امتحانات وغيرها بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا سيد أحمد وتحياتي لضيفك الكريم الدكتور سعود هلال الحربي شخص أحترمه وقدره كثيرا سؤال وايد مهم سيد أحمد وأعتقد هذا السؤال للإجابة عليه أنا أستطيع أن أجيب بشكل خاص شخصي من باب عضويتك باللجنة التعليمية من باب عضويتك من باب أني مواطن كويتي ومن باب شخص مهتم في الشأن التعليم ومن باب أنا أستاذ أكاديمي من جامعة الكويت يعني من جميع الجوانب دكتور من هذا الباب أنا أقول هناك خلل بين وواضح وعندنا مشكلة وكارثة وأنا دعيت في أكثر من مرة إلى أعلان حالة طوارئ في التعليم في الكويت أعلان حالة طوارئ حالة طوارئ عندنا مشكلة تعليمية كبيرة وخطيرة وما أحد منتبه عليها ونبهنا وحذرنا أكثر من مرة قلت أننا بحاجة أن نوقف نضيق بريك ونعلن حال الطوارئ نوقف كاللواء أحوال القرارات التي صادرة من المجلس الوزراء بشأن التعليم والقرارات الوزارية التي صادرة من وزراء التربية المتعاقبين على وزارة التربية لماذا؟ لماذا؟ حال الطوارئ؟ أكو فوضة كبيرة شديدة الآن أنا أستطيع أن أدعي كمواطن أن مع كل الإمكانيات والأموال والموارد التي نضعها في التعليم ونرى مخرجات التعليم ونرى عيالنا ونرى مستويات التعليمية ونرى سلوكيات المجتمع وأخلاقيات المجتمع أنا أقول أعطي العملية هذه كلها درجات متدنية جدا وأقول أن عندنا خلل الآن ببساطة أستطيع أن أدعي هذا الكلام الآن تستطيع وزارة التربية اليوم ضيفنا الكريم دكتور سعود ما هو معني بهذا الكلام مباشرة لكن تستطيع وزارة التربية أن تقول أنت مخطئ إذن إما أنا صادق أو أنا مخطئ وهم صادقين أو مخطئ طبيعي لما تقعد معهم في اللجان وتتكلم معهم يقولك لا أنت تهول نعم جهد مبذول تحطونا لكن مهدور تماما الآن هل هناك يعني أنا شدني المقدمة مالتك ساد أحمد قلت قضية الإعداد البدني والخلقي والتربوي التعليمي ويأمور هذه كلها هذا بالدسو وفي التقرير مالكم أيضا تكلمت عن قضية جودة التعليم هل هناك جهة محايدة في دولة الكويت تقيس جودة التعليم في؟ ما في ما في ما حد يقيس جودة محايدة لا يوني كم واحد في وزارة التربية يقولك نعم أنت تقيس هذا داخلي عندنا سؤال بهذا بياسك الخاص أنت مقعد تقيس لذلك اليوم لما تسأل وزارة التربية ما هي رؤية وزارة التربية في التعليم تلاقي عندهم كل شيء عدا عدا قضية البدني والخلقي والتعليمي ما عندهم هذا الأشياء ما عندهم هذه التركيبة أنت عندك طفل يدخل عندك في الابتدائية من عمره 4-5 سنوات ويخرج من عندك في وزارة التربية عمره 17-18 سنة هنشوف رأي وزارة التربية هذا رأي بشكل عام نعم دكتور سعود أهلال الحربي نود أيضا معرفة رؤية الوزارة وتقييمها الذاتي للتعليم في الكويت اعتمادا على المعايير العلمية المحلية كانت أو العالمية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربا قضية التربية والتعليم قضية الحوار فيها مشاع بشكل مطلق بل أنا من أنصار الحوار المفتوح لأن هذه قضية لا تتعلق بي أنا بشخصي أو فلان بشخصة هذه مسؤولية وطن مسؤولية راح يحسبنا الآخرين عليها وحتى أيضا التاريخ يعني حوارنا إن شاء الله اليوم راح يكون إن شاء الله أنا في كل الحوار أنا هذا ما أبدأي وانتقادات الدكتور خليل موجهة لك لكن بشكل عام الدكتور خليل لا يوجد أن نقضي لشخص معي عملية تعلمية برمتها يعني ما هي غضية شخصية وأعتقد نبو عبدالفوق مستوى أن التجريح الشخص والوجوم الشخصي لكن قد يكون والله فيه شيء مرتبط في المناهج تعال أنت سعود كمسؤولة معقولة تقول اسم سعود بهذا ما فيه كلام وهذا يفتح الباب أن الليلة نكون شفافين بشكل عام إن شاء الله يعني إن شاء الله طبعا نحن مسؤولين ومؤتمنين حتى على الكامل يقعدون نقوله يعني ولا نرضى أصلا نقول كلامي خالف الواقع أو أنه بكنا محسوب علي يعني بعض الشغلة الشغلة الثانية اللي يمكن راح أبدأ من آخر نقطة قضية الرؤية هو دكتور خليل رباطها في قضية هل نوعك رؤية لا هي موجودة الرؤية يعني عندكم رؤية لا هي الرؤية موجودة الرؤية موجودة شنو رؤيتكم قياسا على ما تفضل فيه أبو عبدالله أنا عنده هدف الشامل للتربية اللي صدر 1976 وهذا أيضا مقتبس حتى من المواثيق الدولية من حقوق الإنسان تدريجا إنه النمو المهني المتكامل الشامل المتعلم جسميا ونفسيا وروحيا وذهنيا هذا الهدف يلسى تحوله الرؤية ساعات جاءتنا الآن الرؤية بعد طرح سمو الأمير حضورة على قضية الكوية تكون مركز مالي وتجاري كانت هذه الرؤية الحديث لقادة حتى خطة التنمية على مجتوى الدولة حققناها ما حققناه أهنيه الحوار فيه يعني هل فعلا أنه كان شون تقيمون نفسكم دكتور سعود هذا السؤال شوف طبعا هو تقيم نحن شنقول فيه في التربية عندنا شي نسميه كفاءة النظام التعليمي كفاءة النظام التعليمي يعني هذا مصطلح تربوي ونقص عندنا كفاءة داخلية وكفاءة خارجية الكفاءة الخارجية يمكن الدكتور خليل يكون فيها أوضح لأنه اعتبارنا هل التربية حققت متطلبات سوق العمل هل هناك رضا مجتمعي عن التربية الكفاءة الداخلية نقصد فيها هل حققنا أهداف التربوية هل فعلا أولاد يتمتعون فيه جملة من المعارف والسلوك والقيم اللي يريدهم مجتمعا هل استطعنا نحافظ عن نسبة التسرب يعني في التعليم فلما أنا قيس أنا شخصيا ما تقولي أنا لا أقول مستوانة يعني باهر لكن أنا أقول لك أن المشكلة وين موقعت أنه انفراد أو تحميل وزارة التربية مسؤولية التعليم نحملها منه لا هي قضية مجتمعية إذا وزارة التربية ما حملناها دكتور سعود نحمل منه لا أنا ما عفيت وزارة التربية لكن الآن يعني حتى لو تلاحظت خطط التربية يقول لك أول بند هل نظامك التعليمي لها شراكة مجتمعية أو لا شراكة مجتمعية نعم بمعنى عندما أقوم بمشروع تربوي لم يكن هناك قرار سياسي يدعمني لم يكن قرار الإعلامي يدعمني أنا أعطيك مثال على أن أتكلم إذا أنتم فيه قرار سياسي يدعمكم فيه إعلامي يدعمكم مجتمع يدعمكم لا فيه أمور لا لا فيها فيها خلل أعطيك مثال لما كنا نتكلم بكل وضوح شفافية نحن في السنوات اللي طافت يعنينا عنينا من ردة تربوي الوطنية للأمان ردة وطنية ردة وطنية أنك نزع للقبلية ونزع للطائفية طيب نحن في التربية أنا قاعد أقول لك مناهجنا كان يتحقق يمكن معلمنا قاعد يتحققون لكن الأسرة قاعدها بعض الأسرة حتى لا أعمم نعم إذا أنا والله علم وليدي في المواطنة ويرجع في البيت أنت من قبيلة فلان وجدك فلان وخالك فلان لما أدخل على وسائل الإعلام بعضها ما تعز الناحية الوطنية لذلك أنا أقول لك التربية أنا أظلم عن النظرة هذه لم تكن تضافر كل الجهود لم يكن هناك دعم مستمر ومكاشف ومصارح يعني نقدر نقول وزارة التربية تعتب على المجتمع على الإعلام أنا ما أقدر نقول هي قضية وقت تعتب قد الزارة تتحمل أنها جزء أنا ما أقول لك هي قضية وقت تعتب تحملهم مسؤولياتهم يعني شيء طبيعي أنا أقول خطأ أقول لك أنا مخطأ لا عبنا نقول خطأ لكن التمادي لكن أنا أقصد أن التربية الآن أصبحها قضية مجتمعي لا تنفرد فيها جهة وهذا الكلام بلنا يعني أن ننفتح المجتمع لما نضع سياسة تربية لما نضع خطأ تربية لا أغيب الدور السياسي لا أغيب الدور اقتصادي لا أغيب الدور المجتمعي لا أغيب الدور الثقافي فبالتالي الغضايا هذه كلها يعني أصبحت يعني متشابكة لكن أرجع أقعد أقول لك أنه قضية أن العملية التعليمية تسير نعم و بالشكل المطلوب يعني يعني أنا حتى شخصيا لكن و لكن و بالشكل السيء يعني عندكم رؤية و راضين على يعني طريقتكم أو خطواتكم لا 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 طبعا هي القضية تحتاج نحن على خطة نحتاج إلى وقت نحتاج إلى وقت نحتاج إلى وقت و نحن بعدنا بوق دكتور سعيد و أنا فهم و أنا أقول لك مغضية الرؤية رأي تضاعها لأي تغضية كيف تحقق هذه الرؤية نعم في سؤال أيضا للدكتور خليل أبول ما هي أهم معوقات تطوير التعليم و رؤيتكم لتطويره في الكويت و كذلك السؤال للدكتور سعود الحربي لكن الإجابة بعد هذا فاصل مشاهدين الكرام فاصل و نعود لكم أهلا بكم من جديد مشاهدين دكتور خليل ما هي أهم معوقات تطوير التعليم في الكويت و أيضا ما هي رؤيتكم لتطويره كونك عضو في اللجنة التعليمية البرلمانية أبا أقول كلام ما غزي أسئل لأحد تفضل أهم معوقات إذا ما في إساءة تفضل لا إن شاء الله ما نجرح لا أخلاقنا على منتجدي و نحترم ناس كلها و أخواننا في وزارة التربية على قدر عالي من الأخلاق من أكبر معوقات تطوير التعليم أن القائمين على التعليم ما لهم علاقة بالتعليم ما لهم علاقة ما لهم علاقة بالتعليم كلون وزارة التربية القائمين على وزارة التربية ما لهم علاقة بالتعليم بمنظومة التعليم كنظام هذا واحد أحين بشراح لك أيضا أكو مشكلة علينا عندما نواجه هذا الأمر علينا أنه ميز بين الجانب الفني والجانب الإداري وزارة التربية وزارة ضخمة جداً كبيرة جداً كبيرة هيكلها الإداري لا يتناسب مع حجمها وبالتالي القرارات تكون بطيئة أو قرارات تكون ارتجالية وتفرض فرض وتدخل من المسؤول المسؤول الإداري أنا مدير منطقة تعليمية على افتراض أو وكيل مساعد في قطاع أتدخل في شيء أنا ترقيت ووصلت بحكم خبرتي الإدارية خبرتي الفنية الإدارية وأصبحت وكيل أصبحت وزير أصبحت مدير منطقة أو مدير إدارة لأني كنت متفوق إدارياً تلاقي هذا اللي رقي وترقى لأن متفوق إدارياً يتدخل في القرار الفني عند القدرة أن يتدخل في القرار الفني ويؤثر على القرار الفني طبيعي ويؤثر على القرار الفني الآن هذا إداري القرار الفني مشغلة هذا سبب هل لديك مثال؟ مثال أين عشان تتضح الصور؟ مثال أنا أنا على افتراض أنا معلم أو معلمة في رياض الأطفال لو قد ا eigenتمم تطرقي طبيعي، طبيعي، طبيعيي، طبيعي ، طبيعييه، طبيعيه كانت موجههة و طبيعيه منطقة صرت وكيلة مساعدة في الوزارة وهي كانت معلمة رياضة وهي معلمة رياضة وطفال الآن بيوم وليلة صرت وكيل للقطاع العام للتعليم العام بالتعليم العام الآن هذا التعليم هذا المدرس أو هذه المعلمة كانت مختصة في فئة عمرية معينة في تعليمها الآن أصبحت مسؤولة عن التعليم كلها وعندها جزء من القرارات اللي هي تقول نعم أو لا في قرار هل ندرس الرياضيات في مرحلة الثانوية كذا ساعة أو ست ساعات أو سبع ساعات في الأسبوع القرار عندها بروحها أو لا يوجد لجان لا يوجد لجان ولكن هل نديها القدرة أن تؤثر في القرار نعم هنا مشكلة هذه مشكلة هذا واحد رقم اثنين أكو أمر آخر تسمح لي الجانب الفني والجانب الإداري والحجم الكبير والأمور هذه كلها نسينا في وزارة التربية الأصل في التعليم كلها يعني الرؤية اللي يقول عنها الدكتور سعود أن يكون لاحظ لاحظ رؤية وزارة التربية أنا أعرف هذه الرؤية أنا مرت علينا وانتقدناها بشدة أن يكون المواطن الكويتي بعلا وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية من أجل تحقيق الرؤية وتحويل الكويت إلى مركز مالي تجاري ما هي المشكلة؟ مشكلة كبيرة نحن وزارة التربية يدخل عنا لنا الطفل خمس سنين ويطلع سبعة عشر سنة قاعدين انجهزة حتى يكون فاعل في التنمية الاقتصادية مشغلك هذا يكون فاعل في التنمية الاقتصادية والتجارية والتنموية أنت موقع منك أسس متأجهزة أنا أعطيه الأسس أنا أعطيه الأسس ما العلاقة يكون فاعل ولا مفاعل بعدين أنا أبي الأسس الأسس شنو هي أن يخرج هذا الإنسان اللي ييني عمره أربع سنين يخرج عنده ثلاث أشياء رئيسية ركائز رئيسية لا يمكن تجاهلهم اللي يهم أنه عنده قدرة قدرة على التفكير يعرف يفكر رغم واحد رغم اثنين عنده معرفة يبني عليها في طريقة التفكير رغم ثلاثة صحتها زينة بنيتها زينة البدني وهذا كله تحت ما ظل أشمل اسمها أخلاق ما في تعارض بينهم أن يكون فاعف المجتمع الاقتصادي يعني بين هالأشياء لأننا رحنا هناك فاشقعنا علمه طول اليوم طول اليوم مثال والدكتور شعود موجود الإنسان عندنا الطالب عندنا في وزارة التربية كم ساعة باليوم موجود داخل في المدرسة أي طالب أي واحد في أي مرحلة سبع ساعة على الأقل سبع ساعة طبعا وجوده في المدرسة سبع ساعات متكاملة هو أكبر وجود في أي مكان بذاته أو ست ساعات سبع ساعات من الساعة سبع لغاية الساعة من السبع ونص إلى واحد ونص سبع ساعة ست ساعة ست ساعة ست ساعة هو سبع ساعة ست ساعة على كل حال هذا يوم يروح بيتهم الطفل أو الطالب جزء مننا نايم جزء مننا مشغول جزء مننا فيه برده الساعات اللي يقضيها مستمرة في مكان هي المدرسة لذلك لعب الأكبر من عليه؟ على وزارة التربية لأنه موجود عندك أكثر من ما موجود في أي مكان ثاني هذا واحد رغم اثنين اش كثر خلال الأسبوع اش كثر قاعد نبني بنيته جسمه؟ حصص البدنيات تربية بدنية كم؟ ثلاث حصص ممكن كل الأسبوع؟ لا مستغرع فا ابتدائي ثلاث حصص مزين؟ والمتوسط بالثانوي حصصتين حفوز مزين؟ اش كثر قاعد يتعلم موسيقى ورسم وفن والأمور هذه كلها موسيقى حصصة رسم حصصة اش كثر قاعد يتعلم رياضيات وفيزيو كيميا والمواد يعني باليوم حصصة يعني خمس حصص رياضيات اذا توتو توتو الأسبوع أنا أتكلم بالأسبوع بالأسبوع خمس حصص لاحظ نركز من على بس وين المشكلة؟ المشكلة أن عيالنا يدشون المدرسة يدشون المدرسة بدل ما نبني شخصيته نبني الكاركتر نعلم قيم ونعلم الأمور هذه كلها ما نفعله؟ سكر رياضيات ادعس رياضيات ادعس فيزيو ادعس كيميا ادعس في مخة يعني نحاول تك 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 يعني طالب بتقليل هذه المواد أنا طبيعي دون شك وأعتقد أكون خلل في السيستم كل هذا واحد رغم اثنين هل تدرك وزارة التربية أن الأسلوب التقليدي أصبح غير نافع مع عيالنا؟ يدرونه لا يدرونه لا يدرونه أين المشكلة أستاذ أحمد؟ ولا يهون الدكتور ويدونا أخوان الجميع اليوم أعيالنا أعيال الأجهزة الذكية اليوم أكو تقنية اسمها push technology اليوم أنت ما تبحث عن المعلومة المعلومة وينها؟ تيجيك يادو بتلحق على تويتر تلحق على الواتساب تلحق على مدريش هذا تعتبر معلومات؟ طويل بالك هذه كلها information information إذا أنت شون تحولها إلى شيء مفيد منافع أمر آخر هذه كلها بيانات ومعلومات قاعدتين الآن أكو دراسات تقول التالي دراسات واضحة علمية تقول الإنسان اللي يدش في اليوتيوب إذا أكو فيديو الفيديو هذا أكثر من ثلاث دقائد غالبا سبعين بالإمية من المتصفحين لن ينظروا لهذا الفيديو هذا واحد إذا تعلموا عيالنا على المقاطع القصيرة والسريعة عيالنا قام يفتشون أربع خمس تطبيقات بنفس الوقت يأكل يطالع واتساب يطالع تويتر ويسولف معك ويطالع تلفزون بنفس الوقت يسوي الاشياء هذي كلها وأكو دراسة تقول بعد خمس دقائق أكو دراسة تقول أنت تفقد الطالب بعد خمس دقائق يفقد التركيز ما يركز معك الآن هل نظامنا التعليمي وأسلوبنا في تعليم والوصول في الاتصال مع هذا الطالب هل يراعي هذه المسألة لا هذا الخرام متبع بره دكتور خليل أي يتفضلت فيه نعم قدمت فيه شيء طبع أنا مقدم في شيء أنا حضرت أكثر من مؤتمر حضرت أكثر من عالمها هي المسألة وقدمت لوزارة التربية تصوراتك ورؤيتك أقدم ورقة ما قدمت لكن شنو قلت قلت هذا الكلام في اللجنة التعليمية في أكثر من مرة وأيضا في أكثر من مؤتمر مؤتمر لا علاقة في التعلم الإلكتروني والتعليم الإلكتروني قلت هذا الكلام للمسؤولين قعدين قلت يا جماعة ترى عندنا مشكلة وهذه المشكلة دكتور سعود اتهامات كثيرة من الدكتور خليل لا متهم ملاحظات أو ملاحظات كل هذا ملاحظات دكتور خليل ملاحظات دكتور سعود شنو أهم معوقات تطوير التعليم ورؤيتكم وكذلك بالنسبة لتطور التعليم في العالم أنتوا قاعدوا تواكبون العالم في تطور التعليم طبعا نرى قضية التطوير نحن نفرق بين ثلاث مصطلحات هي في تطوير في تغيير في إصلاح نعم أنتوا أي شيئات تتبعون أي خطوة هناك أشياء تحتاج عندنا لتطوير ومقصود تطوير عندك جهاز تزيد إمكانياته إذا أجعل هناك أشياء تحتاج إلى إصلاح معنات أنه في عطب أنه خلاص هذه أمور لا تستقيم مع المنطق المعاصر لا تستقيم مع حاجات المتعلمين وفي أمور لا تحتاج إلى تغيير يعني قلنا تطوير هناك تغيير وإصلاح وإصلاح هذه ثلاث مصطلحات ففي أشياء أنتوا وإنتوا شنو تحتاجون بضبط وزارة تربية ثلاثتها طبعا ثلاثتها لأنك ما تستطيع أنك تنسف يعني أتكلم عن نظام تعليمي مدة 100 سنة ما ستستطيع أشيء طبيعي أنه في أمور تحتاج إلى تطوير لعدم يعني ضعف فعاليتها في أمور لا وتحتاج إلى إصلاح لأنها فيها عطب وفي أمور تحتاج إلى تغيير لأنها أصبحت غير متسقة يعني الآن أبو عبدالعشاء نقطة قضية السرعة الآن عصلا السرعة يعني حكم حياة الإنسان يعني قضية حتى من الطرائف ميلان الكنديار الكاتب الشيكي ألف روايس سمها البط يعني قال أوقف فهذه ناقذة لكن قضية وإنتوا شنو سويتوا مع التسارع هذا أساس أنه رتب أفكاري أحمد يجيب فأنتكتبت عن أليات التطوير أول قضية التي تواجهنا قضية الثبات اتلاحظ يعني قضية الثبات يعني عدم ثبات هذه القيادات والوزير تحديدا يعني يعني يعطتنا أثار سلبية يعني ما احترام الجميع لكن كل واحد عنده رؤية لكن ما أعطي الفرصة الكافية حتى يعني يحاسب أو يتاب هذه الشغلة الشغلة الثانية كم الفرصة الكافية برأيك يعني في دول في عشر سنين وزير التربية البحرين ترى عشر سنين وزيرها يعني أنتوا قاعد تعانون حتى الوزراء عنفسهم يعني وتسغي وزير يعني فهذه قضية تحتاج لها إلى هذه الثبات في أمور يعني احنا ساعات أنا طرحت على المسألة التخطيط أنه في ضغوط اجتماعية ساعات وثقافية على التربية يعني احنا ساعات يعني ضغوط اجتماعية على التربية يعني مثل ابو عبدالله أشاري نقطة عانينا منها لما نجينا نقير خطة المرحلة الابتدائية بسميا وروحيا ونحن عندنا لها تربية فنية كافية ولا تربية موسيقية ونفس الكلام كاننا حوارنا معهم حواركم مع منه؟ طبعا مع بعض العملي في التربية بعضها ساتذة الجامعة بعضهم كتبوا عنها قال لا زيد من اللغة انجليزية وزيد من الرياضيات وزيد على حساب طيب عندنا هدف التربية والتربية الذوق الجمالي هل لم تتخذ القرار دكتور سود؟ للأمانة اتخذنا للأمانة بالأخير فاتر الفترات لا أنا كنت بتبني المشروع هذا لأن هذا الصنعناه وفق تجارب عالمية ورجعنا إلى مثلا طالب المرحلة البتدائية يفترض في نهاية المرحلة يدخل المهارات الثلاثة الأساسية اللي يسمي أدوات المعرفة القراءة والكتابة والحساب والأمور هذه كلها تأتي لكن طفل قلت أنا لو يرجع لي القرار يعني أعطيه يومين حصة بدنية حصة بدنية بدروسة أعطيه يومين أنا يمكن أدرسه عن طريق التربية الفنية بعض المفاهيم اللي يمكن أنا أعجز عنه في المواد الأخرى متكلم عن المواطنة لو رجع لك الأمر طبعا لكن كانت عدد الساعات 35 كنا الأعلى حتى على المستوى العالم بس أساسا ما نسوي كنت بأنزل إلى 28 وقفنا إلى 30 حتى نكون التجربة وفعلا الآن عدنا اللغة العربية بشكل علقة جيد القضية مو قضية معرفة مو قضية فوجهتنا ضغوط اجتماعية وثقافية على المسألة هذه هذه سمية المهارات الأساسية فمن الأمور أيضا نحتاج أكيد نحتاج بعض الأصلحات إدارية يعني قضية قد تدمج قطعات تدمج إدارات تدمج هذا أيضا هذا أحنا أيضا يعني يمكن نحتاج ساعات قضية في شيء سمي إدارة التربية وفي سمي صناعة التربية صناعة التربية هذا عقول صناعة التربية معناه لم يحصل عندنا إدارة موجودة موجودة لكن نحتاج إلى مثل لما بدأنا بال53 في صراحة النظام التعليمي جبنا خبرين اللي هم إسماعيل قباني والتعقراوي ووضعوا تقرير لازم أن نمشي عليه ترى لأنهم كانوا سابقين على صرفها مثلما تصنع لكن ساعات أقعد أقول لك أن تحتاج إلى صانع التربية تحتاج إلى ثبات في المناصب خاصة منصب الوزير على التحديد على ستعطيه فرصة على تعديد فور أن يطرح خطتي حاسب يتابع بشكل أو بآخر أيضا ما في مجلس للتربية يحدد رؤية واضحة يسير عليها ما تتغير بتغير الوزير ما فيها النظام فيه لان تجزم خطة الدولة متكلم الآن دخلنا في موضوع السياسة التعليمية سياسة التعليمية لذلك في ناس يفهم سياسة التعليمية قراط يقول لك لا سياسة لا أعرف التعليم كل هذا ليس صحيح تسييس التعليم يعني نختلف فيه راح نتكلم عن سياسة تعليمية لكن الآن بتغير الوزير تتغير رؤية التربية وتتغير أهداف التربية وتغير وقد يكون أنا قاعد أقول لك وهذا مجال أنه ما فيه شيء يلزم يعني ما فيه شيء يلزم الشراء الثاني قضية الثبات أنا قاعد أقول ما فيش تجربة تفشي المئة بالمئة قد تحتاج إلى التعديل أما أقول لك والله أن التجارب كل هذا هذه نقطة أنا قضية التخاصص لأنني أعطيك مثال راح نكملها هذه دكتور سعود بعد إذنك لكن بعد الفاصل شادي الكرام الفاصل وأنا أعود لكم من جديد أهلا بكم مشاهدينا دكتور خليل ماذا يوجد على طاولة اللجنة التعليمية من مشاريع قوانين خاصة بالتربية والتعليم وإذا عندك التعقيم تتفضل على كلام دكتور سعود لأنني قلت بالفاصل وتريد التعقب على كلام عندي تعقيم بإيجاز عشان جاوب أنا عندي مشكلة مع دكتور سعود مع دكتور سعود شخصيا عندي مشكلة مشكلتي أني أحترمه وعجبني تفكيرها شي جميل يعجبني تفكيرها والكلام الذي قاله كما يقولون موسيقى يعني مثل الموسيقى جدا هذا الريال يقول كلام صح كلام يقوله صح الآن إذا طبعا بحكم منصب الحكومي والرشمي أكو أشياء ما أعتقد يقدر يقولها ما يقدر يقولها أنا متأكد هل هو وعد أن أبن قال في بداية الحلقة رح يكون شفاف أكو جانب من عمله جانب جانب مهني وأنا أعرف هو لن يتجاوز الجانب المهني من عمله أكو شيء مهم جدا وهو الكلام اللي قالها قضية السرعة وقضية الفكر وقضية هل تستطيع أنت يا دكتور شعود والطاقم والفريق اللي قاعد يشتغل معاك أن تبين هذا الأمر وتتخذ القرار قرار مو عندك قرار مو عندك قرار مو عندك قرار عند شيء اسمه مجلس وكالة مدرس ريال أطفاله مدرس من شنو مدرس من نومي عبلك مو واحد يابلك من بره خذنا طبيعي طبيعي الكلام اللي قاعد يسول فيه دكتور شعود والوكل الثاني مو فنيين لا مو مختصفين مو اختصاصهم اختصاصهم مختصاصهم هذا الشيء هو يعرف قاعد يتحدث عنه أنا قلت لك موسيقى وأنا أول مرة أسمعه يتكلم هذا الشيء الشيء الثاني من يتأخذ القرار مو دكتور شعود أحد ما لنشغل يقعد ويشارك دكتور شعود في اتخاذ قرار فني بحث وهو مسئوليت مسئولية إذارية إذا سمح دكتور بداية الحلقة قلت أن اتخاذ القرار ويؤثر في اتخاذ القرار شخص مع الفرد هذا ما يأثر على مو فرد أنا أقصد الحين شخص إذاري يتدخل في شغل دكتور شعود أنا أعرف أعرف القرار الفردي تؤثر بشكل بجودة النتائج القرار الفردي الآن لما يخرج من دكتور سعود يرى عنده تصور وعنده رؤية في قضية التعليم من خبرة ومن الطلاع على ممارسات الآخرين وخبرات الآخرين لما يدخل يتخذ القرار ليس عنده القرار القرار ليس كيف هذا واحد رغم اثنين قال كل موايد مهمة قال قضية تبدل الوزراء هل يعقل انه يصبح الوزير يسيطر على رؤية التعليم واستراتيجية التعليم في دولة وزير سياسي يومين ثلاثة في المجلس هاي ليلة تكرح يسيطر يعرقل يعطل ويوقف ويبدل ليش ما يكون يواكب يطور يواكب يطور في رؤيته هو قاعد يواكب يطور هو ما يجي كشكل الا في باله انه هو قاعد يواكب ويطور ولكن هو قاعد يعرقل هذا واحد رغم اثنين ليش يعرقل دكتور خليف مشغلة هو وزير سياسي لا وزير تربية طلعلي وزير تربية مر علينا في الفترة لقيلة اهل الميدان وبهاي كلمة ميدان بعد يبيلها يبيلها تفسير الوزير الحالي مو دكتور مو كان مدير جامعة وزير الحالي وستاذ في جامعة الكويت في الهندسة الميكانيكية كان امين عام جامعة الكويت ايش علاقته في وزارة التربية ايش علاقته في تعليم اطفال في رياض الاطفال ايش علاقته في تعليم اطفال في الابتدائية يعني طالب طالب ان الوزير يكون معلم رياض اطفال لا لا مو هذا طالب ان الوزير ما يتدخل في شأن الفني داخل الوزارة مشغلة مشغلة يتدخل في شأن الفني الوزير مسئولية مسئولية سياسية ومسئولية ادارية أكو رؤية واضحة للدولة لكن ما يضر إنه يكون مو من أهل ميدان ما يضر لكن لا يتدخل في الجانب الفني هذا شيء مهم الآن من اللي قاعد يشن يشن السياسات الفنية أو هنقول الإجراءات الفنية لتحقيق السياسات والأهداف الاستراتيجية للدولة منو أولا من يضع السياسات الاستراتيجية في التعليم في الدولة والأهداف الاستراتيجية منو أكو عندنا مجلس أعلى للتخطيط مو شغلهم مو عندهم اليوم مشكلين في الصيف الإطاف مشكلين مجلس أعلى للتعليم والله أعتقد أنا متأكد أهم ما يدرون شون شغلهم شون مجلس أعلى التخطيس شون يسألوا للتعليم في الدولة شون وظيفته شون اختصاصاتهم من وين يابوهم وظيفته علاج ما تفضلت فيه الندى تغير وكذلك الدكتور سلو الحربي الندى تغير وزير ما يأثر على رؤية الوزارة يفترض يفترض لكن هل هذا حاصل أبدا ولما تيجي تطالع الأسماء مع احترامي تغذيري تشوف من فيهم مختص في الشأن التعليمي أنا أستاذ في جامعة الكويت وأنا أستاذ في تخصص تحليل النظم وهندسة برامج أنا أتحجي وأسن استراتيجيات وآليات وزارة التربية في التعليم لا مشغلي مشغلي نعم أنا سياسي أضع أمور قلانية سياسية وأراقب التنفيذ نعم هذه وظيفتي ما لديكم في اللجنة التعليمية يفترض في اللجنة التعليمية لا نتدخل في هذا الأمر ومجرد نراقب الآن إذا كانت المشاكل بس عندكم شيء؟ فيه إذا كانت المشاكل اللي موجودة في وزارة التربية مشاكل بسبب نقص تشريعي أصبح واجبنا الآن أنا قاعد أعد مع الدكتور الفاضل دكتور عودة الارويعي ما تعدون؟ نعد قانون بتفكيك وزارة التربية متفكيك كامل يعني تقطيع وزارة التربية تبوا تفككونها مثال بسيط إذا تسمح لي رياض الأطفال يفترض عندنا هيئة اسمها هيئة التعليم المبكر طلحها من رحم من تحت مضلة وزارة التربية خل هيئة والمختصين في هذه الشريحة العمرية يمسكون هذا هيئة التعليم المبكر مختصة برياض الأطفال يعني هيئة جديدة غير الهيئات طبيعي طبيعي وطلع رياض الأطفال كيلة ومنظومة رياض الأطفال من وزارة التربية يعني أنت مؤيد لتعدد الهيئات طبيعي وزارة مواصلات هيئة طبيعي طبيعي مغضية هيئات تبي حكومة مركزية تبي وزارات ضخمة ولا تبي وزارات صغيرة ومؤسسات صغيرة كلهم في اختصاصها هذا تبي تزقر مسؤول هاق الميزانية هذا الميزانية لأنه أكو وكيل ووكيل مدر منهم مدر شنوهم امتعزات هايتر أنت بتزيدهم أنا ما قصدي أزيدهم أنا عندي مسألة التعليم وشنو تفاصيل هذا الهيئات مثل ما قلت لك مثال آخر لا تسمح لي اتفضل احنا عندنا في وزارة التربية اليوم أكو شيء اسمه التعليم النوعي ما مثل معاقين احنا هذا تعليم ولا تأهيل فهنا نسأل تعليم ولا تأهيل هو تأهيل مش تعليم الآن ما علاقة التعليم فيه وتلاقي أكثر الناس اللي يقعدين يعلمون أو يؤهلون في التعليم النوعي هم مدرسي وزارة التربية ينتقل من وزارة التربية من التعليم العام ويصبح مدرس أو معلم في التعليم النوعي ما هذا تأهيل هذا يبيل لاختصاص يبيل أهل اختصاص وأهل الاختصاص الحقيقيين في الدولة مكترين أكو فوضة فوضة عارمة لأنها داشة على بعضها لا نميز في وزارة التربية بين تأهيل وتعليم لا ما لهم شغل بالتعليم هذا تأهيل واللي قائمين على الأمر مو مختصين فيها يفترض تحط هيئة اسمها هيئة التأهيل وباقي تفاصيل الاقتراح أكو أشياء وعيدة فيها المسألة إحنا قاعدين نطمخ ونسوي شيء وأكو شيء يخص التعليم بشكل عام هذا من الجانب التشريعي لكن هل لي حق أنا كنائب سياسي أن أتدخل في الجانب الفني لدكتور شعود لا لكن نعم عندي ملاحظات عندي ملاحظات هل مناهجنا قاعدة تبني الإنسان الكويتي اللي أنا أبي لا وأنا ما لهم دكتور شعود ما عندي شك لا إلا تسمح لي في آخر جملة هل يخرج أعيالنا من الثانوية مليئين بالقيم الأصيلة اللي نبي رسخها فيهم لا رح تحطي حدث ولا حرج في بعض المواد في بعض الدروس في المناهج شيء عجيب وغريب نعم أنا أستاذ رح تسمح لي رح يتكلم عنه أخلص دكتور أعطي 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 دكتور سعود هل تطلع الوزارة على تصنيفات ودراسات ومنظمات العالمية مثل اليونسكو وغيرها والمعنية بجودة التعليم بالعالم ورفع مستوى التعاون بين الدول في مجالات التربية والتعليم تطلعون عليهم شيء طبيعي بس أنا برجع نقطة صغيرة يعني عساس أنه دكتور ربو عبد الله لا يقصوا على نفسه عندنا لورد باتلر لورد باتلر هذا كان وزير الداخلية في بريطانيا وزير داخل في بريطانيا منتصف القرن العشرية وكان وزير الدفاع باتلر معروف وكان يحاول أن يسعى يصير رئيس وزراء بريطانيا تيرتشل كان أقوى منه الظاهر قبيلته يمكن أن أقوى أو شيء لكنه نوصل من أصلح منه الذي أصلح نظام التعليم في بريطانيا هو لورد باتلر وزير الداخلية وكان وزير الداخل والدفاع شوف اس exception صدر عام ٩٨٤ يعني يبيلنا لورد هتلر لا لا أنا أتكلم لا أنا أربط الكلام يقوله ببطل لأنه طلع قانون سمونا قانون باتل ٩٨٨ لإصلاح التعليم فالقضية قضية أن المنصب لا مشرط يكون فإنك عنده رؤية مثل ما قال بعض الله يعني يمكن وزير قير متخاصص أو وكل حتى الوكل متخاصص ما عندنا مشكلة لأن ساعة يقول تعالى عند المناهج أنا ما أدخل فنياتك والله المهارات والقيم لا أقولك لا والله أنا عندما نلاحظنا على منهجنا طلبتنا معرفتهم قليلة السلوكهم من قيمة عليه ملاحظات عليه كذا فبالتالي نحن جمعهم قضية المركزية ولا مركزية ولا أتلاع ترى أكبر دولتين مركزيتين في التعليم فرنسا و اليابان فرنسا و اليابان هي مركزية في التعليم إلى درجة كبيرة يعني تؤيد المركزية دكتور صاحب هي المركزية كده أفضل لكن لا مركز تحتاج إلى ثقافة بعد تحتاج إلى أمكانات يعني كأنك أنت لأنها سلاح متطور جدا بالتالي يعني شوف بريطانيا و اليابان ناجح لأنها مركزية قضية ترجع للثقافة ترجع إلى لا تقول مركزية تقصد فيها لا مركزية إدارية و مالية هل إدارية فنية يمكن هناك بعد عشان الدول مساحتها كبيرة فيها استقلال حتى في المناهج الدراسية فهذا يعني فهذا يمكن يعني الدكتور صاحب أنت تؤيد وجود شخص غير مختص في مكان لا يخصه و ما لشأن فيك لا نحن ما نأخذ به الحرفية يعني لكن أقول لا يعيد أي وزير أو أي واحد لا يعيب لكن يمكن عنده رؤية تربوية تعليمية مثل مقالبه عبدالله أنا أقولك لا والله أنا ما نمتخص المناهج يعني أعطيك مثال 1972 عقد أول مؤتمر للمناهج في الكويت الذي يقرأه لو يشوف كانت رؤية الصقر رحمة الله عليه لما كان رئيس قراءة تجالسة عبدالله قال كان يحتاج إلى مناهج علمية من عقبة ما صار مؤتمر حق التعليم؟ صار أكثر من مؤتمر لكن قاعد أقولك و كان قرفه تجارة لكن كان لرؤية فبالتالي القضية كان أنك تحمل رؤية تربوية لكن نحن نرجع لبيت القصيد قال أبو عبدالله تعطي أهل الاختصاص أم اللي يكون في هذا الجهن يعني مثل هيئة التعليم التعليم المبكر لا تحتاج إلى يعني بس يمكن ما بدان ما طرح المشروع إذا ما قدر نغسر و نرجع للسؤال تطلعون على تصريفات دراسات منظمات عالمية؟ لا شي طبيعي لأن أصل الكويت أصنعوضوا في الأسوسكو ولليكسو ولليونسكو شي طبيعي نتوصل إلى الدراسات شي طبيعي نزين إحنا راح نكمل حوارنا معاكم والحوار شيق جدا لكن دكتور سعود دكتور خليل لكن بعد هذا الفاصل مشاهدين الكرام فاصل و أنا أعود لكم أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام مشاهدين نظرا لأن هذا الموضوع موضوع التعليم العام والتربية بشكل عام في الكويت موضوع متشعب و طويل و مهم نعيدكم بإذن الله أن الأسبوع القادم ستكون حلقة ثانية وتكملة لهذه الحلقة مع نفس الضيوف الكرام و نفس الهاشتاغ إن شاء الله راح يكون التعليم العام اثنين إن شاء الله ضيوفنا الكرام إحنا راح نستمر بإذن الله الأسبوع القادم في حلقة مكملة لهذه الحلقة لأن الموضوع مهم و متشعب و ما بأقاطعكم بعد لحد يقول ما عطيتنا وقت و غيره فدكتور خليل نبي نسأل عن رأيك بموضوع تغيير المناهج ليش هذا الموضوع يثير ربما بعض الأحيان يثير حساسية في الكويت وأحيانا يكون موضوع تغيير المناهج بوادر أزمة سياسية بما أن هناك رض و تلاقي جماعات و كتل سياسية ترفض تغيير المناهج معناه أن المناهج فيها بله أولا مو شغلهم تتغيير المناهج ما تتغيير المناهج مو شغلهم مو شغلي أنا مو شغل ذاك مو شغل هذا هذا شغل مختصين كاهو الريال قاعد مع فريق الفني قبل أن نتحكي عن تغيير المناهج خيير المناهج بدلنا هي القضية قضية أكبر من تغيير المناهج شغل القضية أنا سولفتها مع الدكتور شعود هناك تجارب عالمية جديدة ناجحة أعتقد في المندة كانت أو بلجيكا مدري أي وعد سويد مدري واحدة دولة من الدول أنا شوف تغيير فيديو الطالب اللي يدخل المدرسة يدخل بهدوء بدون شيء مادة مادتين ساعة ساعتين يعلمونها باجي اليوم كلها قاعدين يبنون شخصيتها رياضة يكلمونها يقصون علىها يسوون لها وعقوبها الدولة هذه ارتقت وايد في قضية التحصيل العلمي الآن هذه تجربة موجودة مو غضية منج كثير ما هو غضية منظومة تعليم كاملة يوم قال عن اللورد باتلر ناس القصة أكو لي كوانيو في سنغافورة في اليابان يقول لك بعد الحرب العالمية الثانية أول شيء ركزوا على التعليم تعليم ركز على التعليم احنا عندنا نطالع كل شيء تاركين التعليم الجماعة اشتالفتكم ليش شو القصة هل احنا اعيالنا اليوم اللي يطلعون من الثانوية الشخصية والكاركتر او الانسان هذا هل هو اللي احنا نتطلع عليه كنا نبي نبي يكون موجود بهذا الشكل وهذا بسبب التعليم احنا ماكو شك ماكو شك اللي قاله دكتور سعود كلام الدقيق المسؤولية مسؤولية مجتمعية لكن المسؤولية الأكبر في هذه المسؤولية الجماعية هي مسؤولية وزارة التربية جزء كبير مننا الان لما يونطلبتني ديشون الجامعة هل مستواهم يصل الى المستوى المطلوب كمدخل للجامعة انت ادرك لا عندنا مشكلة الان مرة ثانية القياس ايضا مدقيق لان من يقول قياس جامعة الكويت صح اختبارات القياس والتقييم اللي يسوونها والقدرات في جامعة الكويت امتحانات صحيحة سليمة تقييش صح هذا امر اخر الان عيالنا اللي يطلعون بره يب نسبة بالثانوية تسعين بالامية هذا يبيلها دكتور حامد العازمي ووكل وزارة التعليم العالي يطلع الطالب عندنا تسعين بالامية علمي يروح يخفق ما يقدر يحصل تحصيلها العلمي لان النسبة لا تعكس مستواء العلمي الحقيقي يرجعك في تعثر دراسي نحن شنو حجمها ما ادري لكن عارف انه في تعثر اذا ممكن المشكلة في الاختبارات نفسها؟ في طريقة التقييم قد تكون في عالية التقييم في المنظومة في الساعات ليش نحملها المناهج؟ انا ما حملتها المناهج لكن انا قلت جزء منها المناهج اليوم اكو منظومة اكو معلم اكو منهج واكو طالب هذولا الثلاثة لا يمكن تفصلهم عن بعض هل في المدرسة اليوم احنا زايدين نسب او رواتب المعلمين قانون طلع زاد رواتب المعلمين طبعا تركنا الاخصائي الاجتماعي والاخصائي النفسي اللي هو لا يقل اهمي عندك هذا موضوع اخر قاعدين ندرسه الآن لما تتسأل المعلمين هل انت الراضي في وظيفتك؟ اكو دراسة هل في وزارة التربية قياس للشي سمونا؟ انتش تشوف المعلمين الراضين؟ الرضا الوظيف الرضا الوظيف المعلمين الراضين انتش تشوف؟ ما اعتقد لان انا نائب تيجيني شكاوى كثيرة احنا ما اقيسها مرة ثانية ما اقدر اقيسها انا يفترض من يقيسها؟ وزارة التربية انترنة لواجهها اخرى خارجية لك الجو العام يبين لما ييك طالب اليوم اليوم عندي حادثة واصلتني شك واليوم شك واليوم وليت امر تتصل تقول المدرسة قالوا لي التالي ادفعي 15 دينار حق حفل تكريم الفائقين وبنتها فائقة في المدرسة لانها ما ادفعت الخمسة عشر بليميئة ايه وشم وليات امر اش صار بحفل تكريم الفائقين اشعالوا اسمها هالعيال وهما فائقين وهما فائقين عشان ما ادفعوا فلوك عشان او لا امور ما ادفعوا بامر من مدير المدرسة وهذا الامر ممنوع طبعا طبيعي ان يتم دفع اي مبلغ الان صارت هالموضوع وراح تتحاسب ما رح نتركه السؤال شنو الضرر اللي سوته شنو الاثر اللي سوته احي قصص مثل هذه تسمع كثير تيجيك في المدرسة مع بداية كل فصل دراسي مطر اذا المشكلة متشعبة ليس مزعلقة للمنهج شيء كبير ما لعلاقة في المنهج المنهج جزء من هذا الاول نعم دكتور سعود البحوث التربوية اين هي وما مدى استفادة الوزارة من هذه البحوث التربوية طبعا هي البحوث التربوية اصلا تشكل رافض من روافض صغير القرارة السياسة السياسة التعليمية انا يمكن هذا حتى يمكن اشارك ابو عبداله الرأي انه لما تصطنع تتقد القرار لا بوفق دراسة معين لدينا طبعا بحوث كثيرة يمكن اكثر ركزنا من ضمن البحوث يطالبنا يدون عندنا قضية التعليم الفني وقضية التعليم النوعي يعني مناهجها هل هي فعلا تأدي الأهداف اللي موجودة كانت عندنا ايضا دراسة عن الوسطية في المناهج وما او مده تقبل المعلمين والمتعلمين المفهوم الوسطية فهي موجودة لكن ساعات راح ارجع لسؤالك بالإداية التقيين هي موجودة بس قاعد تستفيدون منها ايشي طبيعي لانه كيف اصنع قرار يعني اللي يكون عندي دراسة فيما يتعلق خاصة في طول المناهج تحديدا يعني يعني انك لا يحظن موضوع دراسات لكن نحن جاهزين دراسة ان شاء الله راح تكون بعد نطب السنة المالية طبعات راح تكون توصل الى الجميع لكن هي من ضمن العمل ونستريد عليه لما قير المناهج لابد عندي مبررات في مبررات ان تكون والله تقير المعرفة والعلم بحكم انها تغيرها ساعات تغير حاجات المتعلمين انفسهم طلبتنا اليوم يختلفونا قبل خمس سنوات قبل سنوات حاجات المجتمع يعني يعني اكثر تعديد عند بعض طلبتنا يعني اصبح مهجوز بتأثير الضجيج الاعلامي الضجيج اللي حصل في الكويت فلا بنت يكون عندنا تركيز على هالجانب هذا كله متطلبات سوق العمل كل هذه نظرنا لكن قضية تغير المناهج ساعات تحتاج لتقبل اجتماعي لمفهوم تقير المناهج او انت يعني مثلا لا تكون تقير المناهج لمماحكة سياسية ومماحكة اجتماعية وذلك هذه مناهج وطنية في الدرجة الاولى فيها من الصواب اكيد وفيها من القصور اكيد لكن ما نستطيع نجيرها ولله عشان لصالح فئة او لصالح تيار او لصالح اتجاه معين هذه مناهج وطنية لكن مثلا قال بعد ساعات تصير مناوش تكون هذه واسهل يترى المناهج يقول ساعات يناقشون في بعض اللقات يحرجني لان يعطي معلومة غلط اقول المعلومة هذه موجودة من 10 سنوات في المناهج هذا شخص ساعات المناهج تطوير يحتاج الواحد يفهم مثلا اثير مرة لماذا في مناهجكم الطفل الصغير انا اكل انا اشرب ليش ما تعطونا انا افكر انا حر انا قلت اخي الطفل يتعامل بمحجوسات هو صغير ما يذلك ما فيه مجرد طفل عمر ستة سبع سين اقول لا اتكلم عن الحرية وعلى الدمواراطية لكن العلم الدمواراطية ممارس فالساعات يقول نصطدم ببعض هذه العواقق لكن احنا ماشيين في التطوير وفق طبعا قناعاتنا وفق الدراسات الموجودة وفهم متطور حتى في العالم لذلك لا نريد ان تكون مدرسات منفصلة عن المجتمع الخارجي يكون مجتمع اسرع من المدرسة اذا ما احقق ناشي في هذا الجانب دكتور خليل بالنسبة لموضوع تزايد تكاليف المدارس الخاصة هذا الموضوع يؤرق الكثير من الاسر ما هي خطتكم في هذا الاتجاه علما بان مجلس 2013 الذي كنت عضو فيه خرج بتوصية في نهايته طبعا بوقف زيادات المدارس الخاصة لحين الوصول الى نتيجة طبعا كانت غير ملزمة هذه التوصية خوش نبي خوش جابة نادينا او بالاحرخ نكون دقيق تم دعوة المسؤولين في وزارة التربية وبعض اصحاب المدارس الخاصة تلاقي اكون مدرسة اليوم استاذ عالي والكلفة والجهد ومخرجات ومخرجات زينة هذا يقولك انا برفع من قيمة الرسوم على العيال لان انا بغطي كلفتي معاك حق بس طبعا مالك حق انت ترفعه في السنة الاولى انا دخلت ولدي السنة الثانية يقولي برفع مالك حق لا اصبر ترفع الطالب الجديد اللي داخل ويتبين لولي الأمر اذا دخلت هذه المدرسة لا يجوز ان نعامل هذه المدرسة مع مدرسة دائخة مبطل لمدرسة وقاعد يأخذ فلوس ولا اكو شيء ولا اكو تعليم والمعلمين معلمين شوار ما يسميه معلمين تعليم اكو هالشكل بعدها اذا تسمحوا لي اكو انا ما اقصد الاساءة لكن اكو اكو شيء هالشكل نحتاج الى نظام تقييم للمدارسة الخاصة ونظام وضع تصنيفات للمدارسة الخاصة نصنف مدرسة تايب اي مدرسة تايب بي تايب اي تايب اي تايب اي هالشكل انه نضع نظام نقول انت يحقلك ترفع اليها الكثير انت يحقلك تبدأ انت يالي دايخ ما لك حق ترفع دينار الا لما ترفع نفسك وتصنيفك من يقيم على اي اساس شو المعايير وزارة التربية ما عندها هذا الامر واقترحنا عليهم هذا الامر في اللجنة هذا واحد رغم اثنين ابي اسألك سؤال سنيع اليوم افضل مدرسة خاصة في رياض الاطفال في الكويت كم تاخذ بالسنة كم تكلف بالسنة ثلاث دينار الف وخمسين دينار الفين دينار ثلاث دينار ثلاث دينار تعرف كم كلفة الطفل عندنا في وزارة التربية في رياض الاطفال على وزارة التربية على الدولة حسب سؤال انا سألت هذا السؤال سؤال رسمي سألته يعني انه بعد 2011 2012 متوسط كلفة الطالب عندنا في دولة الكويت في رياض الاطفال في رياض الاطفال متوسط الكلفة 4600 و54 دينار 4600 54 دينار اغلى من المدارس الخاصة طبيعي يا اخوي شكر المدارس الرياض الاطفال اللي عندك وعطني 2000 دينار خلني انا ودي ولدي عي مدرسة وانت يا وزارة التربية حط 2650 دينار في جيبك على كل طالب بس ما راح تزيد اسعارهم شديد لا لا انا اعطي مثال انا مو هذا مو الحل انا عطيت احنا نطفنا الوقت دكتور راح نكمل باذن الله بالحلقة اللي وعدنا فيها السادة المشاهدين الأسبوع القادم ان شاء الله تكملة لما بدأنا في هذه الحلقة ضيوفي الكرام او ضيفي الكريمين النائب الدكتور خليل عبدالله ابو العضو اللجة التعليمية البرلمانية وكذلك الوكيل المساعد البحوث التربية ومناهج الدكتور سعود اهلال الحربي شكرا جزيلا لكم وانا موعد بمشيئة الله في حلقة قادمة الأسبوع المقبل باذن الله مشاهدين الكرام الى هنا نصل الى ختام حلقة برنامج هاشتاغ لهذا الأسبوع هاشتاغنا كان بعنوان التعليم العام وإلى ان نلتقيكم الأسبوع المقبل بمشيئة الله في تكملة لهذه الحلقة والجزء الثاني نستودعكم مشاهدين في أمان الله